اشتركوا في القناة المركز الاولى بالمسابقات الرئيسة ببطولة اقوى رجل بحريني والتي وجه سموه لتخصيص ريعها لدعم مرضى السرطان ورحب جلالة الملك المفدأ يده الله بالجميع واعرب عن خالص تهانيه لسموه شيخ خالد بن حمد آل خليفة بفوز سموه بالمركز الثالث في فئة الوزن الخفيف خلال مشاركته في منافسات بطولة اقوى رجل بحريني منوها جلالته بان هذا الفوز المشرف يضاف الى انجازات سموه العديد في مختلف المنافسات والبطولات واشهد جلالة الملك المفدأ بجهود سموه شيخ خالد بن حمد آل خليفة في انجاح هذه البطولة مثنيا على مبادرة سموه الانسانية بتخصيص ريعها لدعم مرضى السرطان في اطار مبادرات سموه الهادفة لدعم المجالين الرياضي والانساني في مملكة البحرين وتنويع مختلف الرياضات وتشجيع الشباب البحريني على المشاركة فيها لاستثمار طاقاتهم ومواهبهم بما يسهم في رفع اسم البحرين عاليا في المحافل الرياضية المختلفة مشيدا جلالته بما تشهده الحركة الرياضية في البحرين وما تحققه من انجازات متميزة وما يقدمه سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى لشباب والرياضة رئيس اللجنة الولمبية البحرينية من دعم مستمر لمختلف الالعاب الرياضية في البحرين كما هنأ جلالته النقيب الشيخ عبد الله بن خليفة بن أحمد الخليفة رئيس نادي الرفاع الشرقي الفائز بالمركز الاول في البطولة في فئة الوزن المتوسط والمتسابق عماد حسين القفاص الحائز على المركز الاول في فئة الوزن الثقيل منوها بما قدماه من اداء عال في هذه البطولة ومتمنيا لهما كل التوفيق في جميع البطولات القادمة واعرب جلالته ايده الله عن تقديره للجهود الطيبة التي بذلها رئيس واعضاء اللجنة المنظمة العليا في اظهار البطولة بهذه الصورة المتميزة وما اتسمت به هذه البطولة من اعداد وتنظيم مميز متطلعا جلالته استمرار هذه المسابقات وتطورها للمشاركة في المحافل الاقليمية والدولية مؤكدا جلالته حفظه الله ان مملكة البحرين سباقة دائما في الانجازات الرياضية بفضل كفاءة وجهود ابنائها المخلصين كما اعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره لما يتميز به الشباب الرياضي البحريني من عزم وارادة وتصميم على تحقيق المراكز الاولى والمتقدمة في الميادين الرياضية والشبابية مثمنا جلالته الانجازات المستمرة التي يحققها ابناء المملكة في مختلف المحافل الاقليمية متمنيا جلالته لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ولكافة رياضي المملكة دوام التوفيق والتقدم في طريق تحقيق الانجازات وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ان بداية نتوجه بجزيل الشكر وعظيم العرفان لسيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تفضل جلالته باستقباله لنا ولرئيس وعضاء اللجنة المنظمة العليا ولأصحاب المراكز الاولى بمسابقات بطولة اقوى رجل بحريني وهذا ما يعكس حرص واهتمام جلالته رعاه الله على رعاية ودعم ابنائه الرياضيين وهذا ما كان له الفضل في ان يتحقق من خلاله العديد من المنجزات والنتائج المشرفة في مختلف البطولات والمشاركات وكذلك تنظيم مملكة البحرين للعديد من الفعاليات والبطولات الدولية التي اثمر عنها تبوء البحرين مكانة عالمية مرموقة واضاف سموه اننا اليوم فخورون باللفتة الكريمة من لدن سيد عاهل البلاد المفدى يده الله في استقبالنا وهذا بحد ذاته يعتبر تكريما لنا جميعا ونجاحا للبطولة التي تأتي كواحدة من المبادرات الرياضية والانسانية التي اطلقناها والتي نترجم من خلالها تطلعات جلالته حفظه الله الرامية لتسخير الجهود في سبيل تطوير وارتقاء الحركة الشبابية والرياضية بالمملكة مما يعود بالنفع الكبير على المجتمع من خلال تهيئة الاجواء الملائمة ومنح المساحة للشباب لإطلاق العنان لطاقاتهم وقدراتهم الرياضية والذي يكون له الأثر في اكتشاف مواهب رياضية جديدة وعناصر مميزة يمكن الاستفادة منها على مستوى الفرق والمنتخبات الوطنية في المستقبل بما يخدم المجال الرياضي ويدفعه نحو مزيد من التقدم والتميز وأشار سموه إلى أن توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه دفعت سموه لتسخير المبادرات الرياضية لخدمة المجال الإنساني والذي يساهم بالتأكيد والتأكيد على الدور الحضاري والرياضي الذي تظلع به مملكة البحرين في أنها واحدة من الدول المتقدمة في رعاية ودعم الحالات الإنسانية المختلفة من خلال الرياضة وأكد سموه أن توجيهه لتخصيص ريع بطولة أقوى رجل بحريني لدعم مرضى السرطان جاء لمواصلة جهود سموه الحثيثة الداعمة لهذه الفئة من المجتمع لمحاربة هذا المرض مضيفا سموه أن جهوده مستمرة لتفعيل دور الرياضة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع توجه مملكة البحرين في المضي قدما نحو تنفيذ تلك الأهداف التي تحقق التفاعل الاجتماعي الذي تنعكس بالصورة الإيجابية على تنمية المجتمع البحريني الواحد وقال سموه أن مملكة البحرين أثبتت علو كعبها في تنظيم مختلف البطولات وذلك يعود لامتلاكها الكفاءات البحرينية التي تتمتع بخبرة وتميز في هذا المجال فبطولة أقوى رجل بحريني قد استطاعت أن تظهر بحلة تنظيمية جميلة ورائعة والذي عكست الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس اللجنة المنظمة العليا السيد عمر عبد العزيز بكمال مدير المكتب الإعلامي لسموه شيخ خالد بن حمد بن عيسى الخليفة وجميع رؤساء وأعضاء اللجان العاملة وأعضاء اللجان الفرعية وفريق المتضوعين الذين أسهموا في إبراز وإنجاح هذه البطولة في نفختها الأولى مؤكدا سموه أن العنصر البشرية البحريني دائما ما يؤكد أنه رقم صعب وأنه قادر على تحويل المستحيل إلى حقيقة وهذا ما أكده رئيس وعضاء اللجنة المنظمة العليا وفرق العمل في تنظيمها لهذا الحدث في وقت قياسي وأوضح سموه شيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الجهود مستمرة لإطلاق المزيد من المبادرات التي تؤكد على قدرة البحرين في احتضان أبنائها وتهيئة الأجواء الملائمة لهم لممارسة هواياتهم على الشكل الذي يخدم تكوين أجيال رياضية قادرة على العطاء وخدمة المجال الرياضي وأكدا سموه أن تلك المبادرات سيكون الهدف منها التأكيد على أن البحرين قادرة على تنظيم مختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات الرياضية التي تعزز من مكانتها وتثبت للجميع أنها دولة متقدمة وتستحق أن تكون في خانة الدول الأولى التي تستطيع تنظيم البطولات والمحافل الرياضية المختلفة مشيدا سموه في الوقت ذاته بالمستويات التي قدمها المشاركون في بطولة أقوى رجل بحريني والذي عكس ما يتمتع به الرياضي البحريني من قدرات ومستويات تمكنه من المنافسة في أقوى البطولات وفي ختام الاستقبال قدم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة هدية تذكارية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله وهي عبارة عن لوحة تذكارية عن البطولة